شو صار اليوم من 8 الصباح ل 8 المساء وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو رسالة لليونيفل أو بالأحرى هددهم وطلب إخلاق مواقع اليونيفل بالجنوب تما يكونوا دروع بشرية لحزب الله طلعت اليونيفل بيان قالت فيه أنه دبابتان إسرائيليتان اخترقوا الصبح موقع لليونيفل ببلدة راميا ورجعوا انصحبوا بعد 45 ديئة بهجوم وصافته إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه الأكتر دموية من بداية الحرب انفجرت مسيرة لحزب الله بمنطقة بن يمينة بحيفا وصابت 39 شخص بالمقابل رجعت إسرائيل على استخدام الأنابل العنقودية وهالمرة على المنطقة اللي بان حنين والطيرة أصفت إسرائيل بات بصربين الساعة 8 الصبح وانطلق موكب الصليب الأحمر على موقع الغارة ليتفقد الإصابات وبسوسله رجعت أصفت إسرائيل مرة تانية وانصاب أربع من الطوعين واتضررت مركباتهم كشف الإعلام الإسرائيلي أنه انقتل خمس جنود إسرائيليين وانصاب 26 بالاشتباكات مع حزب الله بجنوب لبنان ليلة مبارح أما اليوم ارتفع عدد الجنود الإسرائيلية المنصبين بلبنان لـ 28 بحسبها أردس نرصد إطلاق أكتر من 115 صروخ من لبنان على إسرائيل وتسبب بحرائق بالجليل بالمقابل شنت إسرائيل غراد بالجملة على عدد من المناطق بالجنوب والبقع ترجمة نانسي قنقر